السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج العذراء في ساعات الصباح رح ينتقل لبرج الميزان طبعا القمر بما أنه الآن موجود في برج العذراء رح يظل لغاية الساعة ثمانية وأربع دقائق من صباح اليوم الثلاثاء في برج العذراء بعدين بده ينتقل للميزان يعني احنا الآن في فترة قلوم مسار مستمرة من منتصف الليل تقريبا بتوقيت جرينيش ورح يظل مستمر لغاية ساعات الصباح الآن بس ينتقل في ساعات الصباح لبرج الميزان رح يظل في برج الميزان لغاية الساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الخميس واحد اثنين لا ينتقل بعديها لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بعدها بده ينتقل لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي بما ان القمر موجود في برج العذرة معناته منظل على طبيعتنا الجادة نعطي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة رياضة او البدء بنظام غذائي او المحافظة على وزننا ممكن انه شوي هيك نذهب للعمل بحيوية نركز في جميع التفاصيل وندقق بكل شيء منكون منظمين جدا نادرا في هاي الفترة الاشخاص اللي حوالينا بقدموا دعم مالي او عاطفي لانه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر اكثر بدكوا تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي افضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين شرب الكحوليات المهدئات المخدرات ويمكن الحصول على حيوان اليف او قراءة كتاب مفيد او البدء بعمل جديد وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل او المراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للحركات الفلكية طبعا اول شيء رح نتكلم عنه هو خلو المسار قلنا انه خلو المسار بدأ الساعة 11 و19 دقيقة بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الاثنين ورح يستمر حتى صباح يوم الثلاثة لغاية الساعة 8 واربع دقائق صباحا وفترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 واربع دقائق صباحا خلص القمر بنتقل وبصير في برج الميزان عشان هيك بنبدأ بفترة يعني هي الافضل بالاوقات العاطفية لتقوية الرابط العاطفية مع الاحبة او لتحسين علاقة زوجية يعني شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية احنا نشطين اكثر اجتماعيا من ميل الاسترخاء والتأمل بيكون الحب والرومانسية وضحين بين العشاق ولكن الغيرة يعني ممكن تلعب دور في علاقة جديدة او علاقة فيها بعض التوتر او ما استقرت لسه بشكل كامل خلال هاي الفترة مننجح في عملنا الفني يمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او عادة تزيين وترتيب المنازل او المكاتب او شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاوية وحيدة اليوم هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للابداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح الاعضاء اللي لازم نعطيها اكثر اهتماما واذا شعرنا بجيء غير اعتيادي انها الراجع الطبيب وما بتصلح للعمليات الجراحية طبعا عندنا البنكرياس الامعاء الدقيقة الاعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس اللي هي العيون والاذنين من ساعات الصباح وما بعد بتصير الاكثر حساسية عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الاوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزايد الدودية بالنسبة لهذا اليوم عما في اي مشاكل لاجراع العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما انه رح ينتقل لبرج الميزان خلو المسار القادم رح يكون الساعة التسعة وثلاث دقائق من صباح يوم الخميس واحد اثنين بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره تسعة عشر يوم في تمام الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة مساء بصير عمره عشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانية وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم تسعة عشر اثنين منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمستاش في المية القمر في العذرة ورح ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان ليوم واحد اثنين سعيد بنسبة خمستاش في المية الآن ساعة الصباح منتحس بنسبة أربعين في المية ساعة المساء منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الجدي حتى يوم خمس اثنين سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستعاش اثنين سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الجدي حتى يوم تلتعاش اثنين سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الآن ساعة المساء سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الثور حتى يوم خمس وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم لغاية ساعات الصباح بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة بهدوء وبدون أي عصبية أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ابتتعقدوا الأمور لأن القمر موجود مقابلكم تماما ممكن تطرى بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأن خصمكم قوي والعرقيل ابتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بالظل الرغب قوي في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماس لمتابعة المساعي ولو التواصل مع المحيط كما أن هذا معني فترة بالظلها هي من أوفر أيام الشهر حظا لغير ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية أيضا بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية من الآن ولغاية ساعات الصباح وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ابتشعروا ببعض الحزن والتعب وممكن حدث عائل معين شوي يعني يخلي عصابك متوترة عشان هيك يعني حاول أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء واحد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة يعني بداية فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار وبسجلك اليوم لقاء مهم أو اتصالات مفيدة أو ممكن أنك تجري بعض المفاوضات الناجحة أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شنكو تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية وأجهل أمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للتنقلات والسفر والاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكونوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع من الآن ولغاية ساعات الصباح وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أيضاً ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار لأنه فترة خلوم مسار أما من ساعات الصباح وما بعد هنا ببدأ يوم نشط جداً بالنسبة لكم بتنشطوا بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهار وبتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك على حسب أنك إيش بتشتغل بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم مش أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد ثقتكم بأنفسكم وبتشعروا بثقة عالية جداً بالنفس من الآن ولغاية ساعات الصباح وعنكوا قدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأدائكم فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة أما من ساعات الصباح وما بعدهم بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب ما تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية الوضع رح يكون لصالحكم وداعم بقوة فعشان هيك بدها شوي التركيز عشان تستفيدوا من الفترة القادمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم والتعب بظل مسيطرة عليكم لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك حاول أنك تهدى ما تتخذ قرارات حاسمة ما تعصب اضبط عصابك قدر الإمكان أما من ساعات الصباح بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقل بالمعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا من الآن ولغاية ساعات الصباح وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش أنه ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة والعبوا دور بنا في محيطكم ومجتمعكم تتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة ولكن كل ما اقتربنا من ساعات المساء بتبدأ العصبية عندك والحدية والتوتر من ساعات الصباح القمر بوصل لبيت المتاعب فبتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عملي جديد هاي فترة فارغة من الحض حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان معني ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم مش أنه ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم واتجنبوا التصرف الإرتجالي قدر الإمكان أما من ساعات الصباح وما بعد بتلتقوا الأصدقاء وبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم ولا تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لغاية ساعات الصباح ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك بترك أجمل الانطباعات عنك إذا ما عصبت ولكن إذا عصبت رح تخسر كل هاي المزايا أما من ساعات الصباح وما بعد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع ولكن برضو بظل في الفترة هاي بعض القلق والتوتر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظل الأمور المالية المشتركة هي اللي مسيطرة على الوضع عشان هيك بتكتخففوا من النفقات وحاولوا أنكم ما تكفلوا أي شخص أو مادة إنه أحد فلوس صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنكم تكونوا مرنين وما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به وابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشغلوا في السفر والاتصالات البعيدة وبصير هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وبإمكانك أنك تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم مش إنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو سفر لبعض الأشخاص برج الحوت بالنسبة للموليد برج الحوت من الآن ولغاية ساعات الصباح بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم ونسقوا بين مختلف الواجبات وحافظوا على هدوءكم وما تدخلوا بأي نقاش أو قرار حاسم أما من ساعات الصباح وما بعد تنهمك في عادة تنظيم أموركم المالية لا تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهم مش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء